اللقاح وحده لا يكفي للحماية من تحورات فيروس كورونا تحذيرات جديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس أهمها ارتداء الكمامة ومع منح العديد من الدول حرية خلع الكمامات للمطاعمين ضد الفيروس تأتي تحذيرات المنظمة الأممية لتوثير موجة من التساؤلات حول نجاعة التطايمات التي كانت منذ البداية مصار جدل حول العالم المنظمة حثت على الاستمرار في ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا واستمخاوف من تفشي سلالة دلتا بشكل سريع مؤكدة أنه لا يمكن للناس الشعور بالأمان فقط لأنهم تلقوا جرعتين من اللقاح مضيفة أن الناس لا يزالون بحاجة لحماية أنفسهم وتتعرض توصيات منظمة الصحة العالمية مع ما قاله مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة وهو أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل يتمتعون بدرجة عالية من الحماية ويعتبر متحور دلتا الذي شهد لأول مرة في الهند من قبل منظمة الصحة العالمية أكثر المتحورات سرعة بالانتقال حتى الآن محذرة من أنه ينتشر الآن في 85 دولة على الأقل وتعتبر أيسلندا أول دولة أوروبية تلغي جميع القيود التي كانت مفروضة لمكافحة فيروس كورونا بعد أن بلغت نسبة تطعيمها 87% ولم يعد يطلب من السكان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات